تواصل الدولة جهودها لتطوير جميع محافظات الجمهورية وفي هذا الإطار قامت محافظ دميات من العوض بافتتاح عدد من المشروعات في مدن دميات وعزبة البرد ورأس البر احتفالا بالعيد القومي للمحافظة كما أعلنت محافظ دميات عن بدء تشغيل الأوتوبيس السياحي للعمل في مدينة رأس البر في فترة الصيف اعتبارا من أول يونيو المقبل وغدا في مدينة دميات مجانا بمناسبة الاحتفال بعيد دميات القومي احنا عندنا فتتاحات لبعض المشاريع هتبدأ النهاردة وتستمر لحد نهاية شهر الخمسة في مجالات مختلفة في مجال التعليم في مجال الصحة في مجال الرصف وتطوير الشوارع في مجال الصرف الصحي الكهرباء في كافة المجالات احنا النهاردة ممكن بدأنا يومنا النهاردة بافتتاح مشروع مهم لنا جدا اللي هو خدمة المواطنين وخدمة العملاء ومقر إداري للتأمين الصحي احنا موجودين النهاردة علشان نفتتح مدرسة سعد السنوية الفنية للتمريد بنين مدرسة سعد بتعتبر المدرسة رقم خمسة داخل محافظة دميات لدينا أربع مدارس للتمريد بنات داخل المحافظة تقوم بتخريج عدد ما يقرب من مائتين طالبة سنويا مدرسة سعد السنوية الفنية بنين للتمريد هي المدرسة الأولى للبنين داخل محافظة دميات